السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري البنات لبس عليكم مزيانين كل شي باخير اليوم هدا نتشارك معاكم هاد الخبيزات اللي كيجيو زويني بزاف وساهلين والمضاق ديال امرائف حلا كتاكلو في اللحم شوي بس الخبز صارحة كيجيو زويني نجربوه متأكد هادين يعجبوكم وغاني هدا بندوزو باش نشوفو المقادير عندي هنا 800 جرام ديال الدقيق الابيض يعني دقيق اللي كان العادي وعندي الزبدة تقريبا 150 جرام ديال الزبدة وعندي الملحة ومعرقة ديال السكر ومعرقة كبيرة ديال الخبز وعندي الماء بدافي باش نجمع العاجيل هادو هما المكونات ديال العجينة بديوش على صوت يالنات راني مروحة راكم كتشوفو الصوت ديالي ونبدي يالي بزدود ولكن ما قدرتش منحطش فيديو اليومة مع انني هاد السيمانة والليت مواضبة يعني والليت كل يوم كلوح فيديو وعنو عجبني الحال ومكيجبوني هاك نتقاسم معكم يوميا كانحس بواحد الحماس وواحد النشاط وهناكي مراحتو وضعت جميع المكونات مع الدقيق ومديت كنخلط هاكا وكنجمع بالمدافي في العجين هاكا العجينة واقصتش تكون طرية يعني خصتها تفقى يعني قاسحة شوية شدها في راسا ومبعد مجمعتها كيما لحتو راني غادة نغطيها ونخليها حتى تخمر يعني ما كتاخدش ليه بزا بديا للوقت وغادة ندوز للحشوة اللي غادة نستعمل يعني ما ما تدوش على صوتية البنات راني الصوت معاش يوالو وكيما لحتو الكفتا قصبرو معد نوس ومصلاء اللي در تهاكا كمشلدة شرائح طويلة كل شي خضر يعني هاد الحشوة هادة تبقى خضرة ووضعت فلفل أبيض كيما لحتو والملح هادو هما المكونات اللي باصرة ووضعت كذلك في اللول يعني معك تكن هدر ما ما رديتش البال تقريبا واحد جوج المعالق ديال الزيت الزيتون قدرت فيهم شوية ديال الكركم يعني هاكاك غالي حسب اللوين من الداخل وصعفي باعنا ما كيحتاجوش لكوركم لحتشي حاجة يعني هاكاك هما اللي وضعت فاللول والحشوة رها خلطتها والعجينة كيما لحتو رها خمرات يعني صافي دا بغاد ندوز باش نوجد هاد خبيزات هادو كل اللي صراحة كيجوز وينين وبشكل مغاير يعني مشي حتى نطيبو الكفتا ونديرو هرقيقة ونديرو الفلافل ونديرو هادي كيميا ديال الكفتارة قليلة بزاف يعني رمشي بزاف يعني رغي شوية هاكا كتشدو كتتشوفو الطريقة يعني مكلك مغربو الحشوة القليلة هاكا تديرو شي حاجتكم زيانة وهاكا الكفتا مني كتكون خضراء كيجي الماداق ديالا هيا والمصلاك يجو بحل كتاكلو في الشواكي مسبق لي وكتلكو في اللويل ديالفيديو هنالعجير قديت وصرحتو هادا قطعو اه يعني يكونوا قطع يكونوا متاويين انا غاد نديرو بشوية كبارين انا نغانديرو في الفرن ويلا بغيتوا طيبو في المقلع خاص ولا بد انكم ديرو في مقلع ومني ترميو في المقلع ديرو لها الغطبعي ديالها باش هكذا كالصه ديرجاع الى الحشوة في وسط العاجيل وطيب ليكم كيما لاحظت اه قديت الكويرات كنحاول نقدم هكا يكونوا بنفس الحجم انا العجين هادا اعطاني تقريبا ديول ربعة اعطاني اه تمانية ديال الكورات ديول العجين يعني تبارك الله عراها كمية وغدا نستعن بالطحين والمدلك طبعا باش نسرح هاد العجين هادا ومن قبل راني دوب شوية ديال الزبدة اللي غدا ندهن بيها العجين من الداخل ونرققها مزيان ودهنت العجين كما لاحظتو ووزعت فيه الحشوة بهاد الشكل غير طرف ديال العجين ما خصناش من خصو يبقى هاداك الطرف خاوي انتو ما راضين تلاحظو علاش كان لويهم في حل شكل ديال الملاوي يعني هاد فكرة جديدة وزوينا ما كلا طيبو حشوة لحتشي حاجة يعني غير تخلطو طيبو يمكن اللي كن تديروها بالخوضر كذلك جديدة وينا وهادك العجين اللي خليت خاوية هي اللي هاد نجمع بيها العجين وكتقالية يعني نقية وكت تحميل العجين من ديال طبقة ديال الحشوة فما تخرش وكنستعن بالدقيق هكا كنقعد كرة وكنحطها ترتاح لانه فيهم الخميرة كيبغوا الراحة وغادا نقع هكا مستمره بنفس طريقة كنسرح العجين وكندهنه بالزبدة يعني كناخد فرشة وكندهن بها العجين او اللي بيديكم دكشي كيبقى الاحساب المتوفر والبصلة الخضراء هي اللي كتتقلب قاع المنظر والمدق ديال هاد انها كتعطي واحد المدق زوين خمات كونوش تبغوا البصلة هاد انتقاد اتعجبكم لاحظوا كيفاش هان جمع هاد كنديرو محل شكل ديال ملاوي وكنجمع هكا وكنكمل الجيهة اخرى وكنطلع العجينة اللي تحت وكنحاول نضغط عليها باش ديك الحشوات تبقى في الداخل وكنوركالي هكا بيدي كنرجو الدقيق يعني هنا خدمت بثلاثة ديال الطرق جوج فيهم الحشوة ووحدة ما فيهاش يعني طريقة اللي بسيطة هكا يمكن لكم استعملوا هكا في المنازين لديالكم تايزوين بحل الخبيزات كي يجيوا لاحظوا هنا راني وريت لكم كندهن بالزبدة العجين يعني اولا دهني بالزبدة وعادة كنحطو فيه الحشوة كنوزعوها وكنقطع بالمدلك افوان كنقطع بال بالقطع اللي كنقطع بويات البيتزا يعني نقطع بالمدلك عدروني يا البنات صبات علي يشتاء والله يلا كنتو الزرقا وصبات لي يشتاء على راسي خلا راسي ما نقولش ليكم غاينفاجر راكم عارفين الصيام الحمدو لله ويمكن لجوع العطش للتاشي حاجة وهدي الطريقة الثانية كي ملاحظته كنصرح العجين وكندهنه وكنخلي فيه احتوى واحد الجزء ديال العجين خاوي وكنديرو هكا في حشكل ديال الحلزون هكا طويه وكننحطه جانبا حتى نرجع اليوم من بعد باش نصرحهم بالمدلك وكنسرح هكا العجين كترقوهم بزيان خاص العجينة تكون رقيقة ما تبقاش غليظة مش يجيكم هكا كل هاد الخبيزة تيجوكم زوينين وجو مورقين ما يجوش معجنين وكننحط الحشوة وكننوزعه وكنناخد القطاع وقطاعه هكا على ثلاثة يعني الجوج كتكون فيهم الحشوة والنصف الآخر اللي كنديروه في الأخر كي يكون هكا كنقي لما تطيبوا الحشوة البنات كنزيد نأكد عليكم نديروها هكا والبس لخ ستكون رقيقة نخ ستشقها هكا كغليظة ستكون الشناف حلو غينديرو التفاية وكنجمع هكا كنحاول نطلع العجينة من الجناب ونجمعها ونخليها ترتاح وغندوز ذابه باش نشكلوا حد الخبيزات يعني بجوش الكورات المتبقين عندي بعد مثل اتلي الحشوة قالوا قلت انا نتقاسم هاد الفكرتا ايا معاكم وخما كانتش في البال كتاخدوا الكورة خاوية للعجين وكتفلحوا هكا كبالموس اللي يكون عندكم ماضي لاحظوا معايا اولا شي شفراء من اللي ما عندوش الموس هيكون ماضي مزيان وكتتخشوها هكا كبالعجين كتجيب حلو ريضة وكنضغط هكا من الجناب مزيان كتسرحها مزيان نضغط عليها وكنخليها جانبا وغندوز دابا باش نصيب هاد الخبيزات ونخليهم يخمرو شوية ندخلهم من فران كنرش الدقيق انا بانتلي اشي حاجة وانا بغيت نزوق بهاد الغلاقة هادي دي القرعة عادي للزيت كتشدوها هكا وكنتزوقو بها من نص دوائر كنجيب اختالفة وكناخد عادي الثاني غلاق اخرى من الحجم الكبير وكنقاد بها لاحظو كيفاش كنتجي وكنجي ورائدات كيجو زوينين ودرت الخليط ديال شوية ديال الحليب مع اسفر بيضة وقليل من الخل ودهنت بهم الخميزات خميزات وهذا نزيينه هكا بالزنجلان او لبضول خشخاش او اللي بغيتون التومة كيبقى دك شي حسب الضوقة ولا تخلي مغير هكاك ولا ترشو عليهم شوية ديال تتسالي يعني تايطة بليكم هاد الخميزات وتخلطوه شوية الخليط ديال التومة مع شوية ديال مع النوز وزايد الزيتون ودهن الخميزات من الفوق كيجي عندهم واحد اللون وواحد اللمعان كيجي رائع وهاد الخميزات قامتم بالفورشات فورشي تاني مشوية مع النوز وشوية جنجلان مهم دكش يا راسي قلي يديري هرا نيضرتو وهنا الخميزات من بعد ما خرجتهم كيجي وزوينين رائعين في الشكل وفي المضاق ديالهم تأكد هاني نعجبوكم ورطبين بساف لانا نيضرت في العجينة ديالهم الزبدة كنتمنى انهم يعجبوكم وكان بغير تشكركم كاملين والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة طبعا الى عجباتكم القناة ما تنسوش الضغطو على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتخليوني واحد الكومونتر صغير ور ولايك باش هكا القناة يشوفوها بسامتي الناس حيث قدمنا يعني كانوا لايك قلال القناة ما كتطلعش وما كتطلعش عدنا صخرين هكا بشي شوفوها وجربوا البنات هاد الخبيزات نتأكدها غالين يعجبوكم كيجي الوين ديالهم زوين والمضاق ديالهم اروع وكن نرحب بكم كاملين وكنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم واخا عندي يعني قناة بقى صغيرة الحمد لله مهم انا عاجبني الحال وانا اشطب البنات اللي عندي وكيس عندوني كنقول لكم شكرا منهم قنوات يعني ماشي غير متتبعين منهم قنوات اللي صراحة كي تاهم وكي دائما كيتفعلوا معي كيقول لكم شكرا والله يوفقكم كاملين وهنا الخبيزات راني كنفتح فيهم كيما كتلاحظو كيجيو زوينين يعني خبز زوين وخسكم تخليهم يخمروا البنات هدا هو الشكل ديالهم كنتمنى انه وعجبكم انطلقوا ان شاء الله فيديو اخر واسلام عليكم